ونقل طلبكو النهاردة هنتكلم عن ملخص الحلال أولا من مسلسل وصيد بدر وتبدأ بوعب دلالة سلطان بيتكلم مع حسام وبيقوله انه هو عزمه علشان النهاردة عامل عقيقة علشان ابنه وحسام بيقوله انه هو عايز تجوز داني سلطان بيقوله كفاية الست انت متجوزة وسهيبها هناك في مصر من الليه بعد كده أم سلطان بتتفق على كل حاجة ونرأك ليجي جاهز وسخل تتكلم مع ابنها بندر الصغير في تجهيزات العقيقة والحفلة اللي عاملنها بينما البنات بيبدأوا انهما يجهزوا نوف وكمان زوجة سلطان وزوجة خالد أما بالنسبة لخالد شغال دكتور أسنان في إحدى المراكز من الليه بعد كده بيروح سلطان وبيتكلم مع أمه والكل بيجهز عشان قدر الحفلة وبيجي كمان أخو الأم اللي هو بخالهم وبعد كده بنشوف فيصل وعبد الرحمن عبد الرحمن بيحب نوف ومش قادر يقول لها وفيصل بيقول له حاول تتكلم معاها وتقرب منها أكتر أمل بتروح لدكتور خارد في العيادة بتطلب أن هي تشوفه وأثناء وجودهم في العربية قال لها أنه هو مش عايز تشوفها تاني والنمراته حاملة ده اللي خليها تمسح الرش بتاعها في منديل وتحطه في العربية عشان تسبب مشاكل بينما نوف بتكلم واحد شكلها كده بتحبه ومن الله بعد كده زوجة خالد معاه في العربية وبتشوف المنديل وبتتخانق معاه ويقول لها أن هي السكرتيرا لكنها ما كانتش مسدها أبدا وبتبدأ الحفلة والكل موصوت ومستأنس وبيهن سلطان وبيقولوله مبروك يا أبو عبد الله لكن كانت طبعا مرات صالح بتقول لجوزها أنت ليه مكلف كده عشان قطر أختك قادر أن ديه صلة رحم وأنه ده يعني حاجة بتساعده وبيطلب كمان في الحفلة من سلطان أنه هو يجي يشتغل معاه قال له أنا ممكن أجي يخرب لك كل حاجة قال له خرب براحتك بعد كده بيجيله تليفون الخال بيتصل بيه سلطان وبيجمعهم كلهم علشان يتكلم عنه في موضوع مهم نوف بتتكلم مع عبد الرحمن اللي كان جاي بالتليفون لأمه في القسم بتاع الحريم وفضلت تتكلم معاه وكان مستأنس جدا لأنه بيحبها ومش قادر يقول لها طبعا أنه هو بيحبها كانت عايزة تطلب منه حاجة لكن مرة واحدة فيصل من غير قصد بيقطع كلامهم وطبعا فيصل يعني ما كانتش يقصد كده وعبد الرحمن بيتدائي جدا وبيقول لك انت خلص هتكلم معاه من لايه بعد كده الكل بيتجمع علشان يشوف صالح عايزهم في ايه بيفجر مفجأة وبيقول أن بدري مات اللي هو أبو الأولاد يعني وده طبعا سايب مراته من زمان نورة أم الأولاد دول وطبعا بتبقى مفجأة للأولاد لكن بالنسبة ليه نورة ما كانتش متفاجأة وقالت تبجمعنا علشان كده انت عايز تنكد علينا ما يموت وإحنا استفدنا منه ايه أصلا في حياته أنا ده ربيت الأولاد دولي وانا اللي تعبت علشانهم هو مش هفهمش افسألهم إذا كان حد فيهم يعرفه وطبعا كانت قاسية جدا وقالت للأولاد دي الله نكمل الحفلة بتاعتنا وبيخرجوا فعلا بيكملوا الحفلة كده من غير نفس بعد كده الكل بيستأذن وبيروح بتلوم أم سلطان عليه إن هو كان وقف مع نوف وإن هو شكله بيحبها وقالت له مش هتتجوزة غير بيت خالك أما بالنسبة دي الأم نورة بتتكلم مع أولادها في موضوع إذا كانوا عايزين يزور أبوهم فقبره يروحوا بس هتبقى مش راضي عنهم أبدا وهتبقى غضبان عليهم سلطان بيقول إحنا معاك ومش هنعمل كده وإنت دي ربيتينه وإحنا عارفين كده كويس نوف بتسأل سلطان وبتقول لنا ما عرفش أبويا ولا عم بيشوفته ولا سمعت صوته قال لها أنا كمان برضو مفتكروش قوي وبيقول لها يالد روحي نامي والكل طبعا كانت ليلة طويلة عليهم والكل بيفكر في اللي حصل ده وفي موت الأب بعد كده بيروحوا بمحامي والمحامي ده بيقول لهم إن الوصية المفروض يعني كل ولد منهم يكون لي عشرين مليون والبنت تبقى لي عشرة بس فيه وصية غريبة شوية وطبعا الكل بيتفاجئ بالوصية دي وهنعرف إيه هي الوصية في الحلقة الجاية وبتخلص الحلقة على كده لكم ملخص لأحداث الحلقة الأولى والمسلسل وصية بد ويا رب يكون فيديو نال إعجابكو أحبكم مرة باي باي ترجمة نانسي قنقر